اللجنة المؤقتة برضو انا كنت سألت حقيقة سؤال اه هل في فرق ما بين اللجنة السابقة واللجنة الحالية واللجنة الحالية برضو يعني الناس مش حاسة ان فيه اكيد فيه مشاكل بس مش متصدرة زي ما كانت موجودة في اللجنة السابقة احنا متفين على الزكريات وبتاع احنا عايزين ندوه عايزين ندوه في الزمالك يعني احنا مش مشكلة احنا عمينا السكرار النادية اولا طبعا بجلم في الزمالك بمبارك لكل اتصالات طبعا وحاجات جميلة جدا وانجاز للاعبة المحترمة وده فعلا بيباني الزمالك هو الحياة الناس بتحب الزمالك للزمالك ورغم يعني من الحاجات اللي كانت بتحز في نفسي ان الزمالك بيخسر وجمهوره يزيد دمعادلة صعبة جدا 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 ده حقيقة انا اه طبعا الزمالك يخسر وجمهوره يزيد بيخسر وجمهوره بيزيد سيني لان ما اجيب بقى في مجلس الدره وشوفت حتى على السوشال ميديا الزمالك على طول موجود طب ايه السر في تقول حاجة رباني ما كده يعني زي ما الناس حبت نادي الزمالك بحمد امام وحسن شحاتها كده زي ما في الدول العربية انا الفت الدول العربية حتحت شعبت الزمالك قوي جدا في الدول العربية الحب ده بتا اقول لك يعني الحب ده حاجة طب هروح لك في القضية في القضية نعم فنيجي بين المجلس الحال والمجلس السابق في قانون الرياضة اللي احنا بنيكلم في دلوقتي انه نادل في قانون الرياضة في 2014 جت فكرة تقوية الهيئات ان الهيئات لها قوة مع ان احنا لسه انديها اهليه ما وزنناش لحزامه اللي احترف فجت فكرة ان القانون الرياضة عمل ان الهيئات تبقى لها السلطة قوية جدا فجت فقال القانون الرياضة وقوى ودور الجامعات العمية وعطى حاجة صعبة جدا دي كان بيراس حصل مصطفى سايد جت فكرة انه هو يدي اللوايح ان الانديها تقدر تعمل اللوايح بتاعته لكن الاسف استغل خطأ مخبرة حيك فقوة اللاجنة اللونبية واضعفت الدولة الموثلة في وزارة الشباب والرياضة فجت فكرة موضوع التواحد الملايح المالية اللي هي برضو علت الوزارة اكتر من اللاجنة اللونبية